اشتركوا في القناة السيد رئيس مجلس النواب يترأس لجنة مهمة عندها علاقة بالقضايا الاجتماعية هناك نقاش وهناك حوار وهناك معارضة هاتش كله كيتخاد وكيتحط فر الهامش وكامشوا الواحد الاسلوب للأسف تفهمناها في المرة اللولى قنا من باب تعاطي الإيجابي مع مختلف المبادرات الحزبية أنه يكون واحد التفاعل لكن ظهر بأن هذا سيؤدي إلى انحراف إلى انحراف في المشهد السياسي وفي الحياة السياسية لأنه لا يمكن بأي نوع من الأنواع النقبلة بأنه نحيد مقتضيات دستورية سيطلب من السيد رئيس الحكومة البرلمان في مناسبات محددة للفصل المية وفي حد من الدستور ونأتي وندخلوا في واحد النقاشات المرتبطة بواحد الإجابات على بعض الورقات التي تكتب هذه الورقات مربما من بعض الوافدين الجدد على هذه التنظيمات وهذا الوافدين الجدد على هذه التنظيمات من التي تكتبها هذه الأوراق تكتبها بشكل فعالي ربما ترتبط بالتواجد لهم في مؤسسات أو بالرغبة لهم إلى دخول مؤسسات وذلك ندخل المؤسسات الدولة التي تريد أن يدخل المؤسسات الدولة في الانتخابات ويهبطوا عند المواطنين ويهضر معهم ويقبلوه كما قبلوا التجمع الوطني الأحراف ويصوتوا عليه ولكن رغم شي غريب هذه القضية هذه لأنه من يترأس هذه الحزب ترشحتها يعمره منجح عمره ما كان في المؤسسات فطبيعي أنه تكون الرسالات الإنفعالية التي تتعاملها بمجموعة من المعطيات التي لم يكن لديها أساس واقعي